وينضم إلينا من تولوس مرسل الغد ياسر ردبابش إذن ياسر ضعنا في تفاصيل أو تفسير هذه الأرقام لماذا وصلت إلى هذا الحد نعم هناك من يقول من السلطات التونسية والمنظومة الصحية بأن عدم التزام التونسيين بالإجراءات الوقائية هو ما أدى إلى ارتفاع الوفيات والإصابات ونحن نتحدث عن أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية هناك أرقام قياسية يتم تسجيلها من قبل الدوائر الصحية التونسية فقط هؤلاء الإصابات أو هذه الإصابات هم من توجهوا وعملوا التحليلات اللازمة في المراكز الصحية هناك إصابات أخرى ربما لم تقوم بالفحص عند المنظومة الحكومية التونسية قامت بالتوجه إلى الصيدليات أو إلى أماكن أخرى أجرت تحاليل الاختبار أو ما يعرف بالاختبار السريع لكورونا إضافة يهب عن ارتفاع عداد الوفيات في حصيلة قياسية 189 حالة وفاة خلال 24 ساعة تونس تخطط دعينا نقول ذروة هذه الموجة الأشد فتكا كما يقول عدد من الأطباء التونسيين وعلى هذه الأسباب هي أبرز يعني ما أدى إلى ارتفاع الإصابات نهيك أيضا بأن السلالة الهندية المعروفة بدلتا انتشرت في عدة مناطق ومدن وهي معروفة بسريعة الانتشار وكذلك العدوى كيف تبدو المنظومة الصحية ياسر المنظومة الصحية نعم إذا ما اعتمد آخر بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية المنظومة الصحية لم تنهار ويبدو بأن ما أصاب الناطقة باسم الوزارة من وصف لما جرى ربما يعتبر زلة لسان إذا ما جاز الوصف والتعبير بعد ذلك بساعات قليلة أصدرت وزارة الصحة التونسية بيانا قالت فيه وشددت بأن المنظومة الصحية التونسية لم تنهار وهي صامدة في مجابهة الجائحة رغم نقص الإمكانيات الطبية واللوجستية والنقص في المعدات وحتى في الأكسجين والحديث يدور هنا عن قرب امتلاء سرة الإنعاش في مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد دفع السلطات إلى إعلان الإغلاق الشامل يومي السبت والأحد في نهاية كل إسبوع ولسيما في العاصمة التونسية وضواحيها هذا هب شرع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية الحركة ليست اعتيادية ولا طبيعية بتاتا على الإطلاق على وقع أول أيام الإغلاق الشامل والتقنين من حركة التونسيين الأجهزة الأمنية التونسية منعت المركبات في الدخول بهذا الشرع وشارع أيضا محمد الخامس الذي كنا نتواجد به في رسالة مباشرة سابقة وذلك في محاولة لتقنين وربما إنجاز التعبير تكبيل حركة التونسيين للالتزام بالإجراءات التي أعلنتها السلطات التونسية للحد من انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى ما بين التونسيين ياسر تبابش مراسل الغد كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك